السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلنا بلقائكم جميعا في حلقة جديدة هذه المرة مع سلسلة دروس اتسي طبعا كما تعرفون ان من بين ابرز مشاكل هذه المنصة منصة اتسي انها لا تثق فينا نحن كجزائريين او كمغاربة او كتونسيين او كشمال افريقية بشكل عام لم تعد لديها الثقة فينا فبالتالي تقوم بغلق حساباتنا او يعني الغلق لن اتكلم عنها ولكن هناك جزئية مهمة قبل الغلق وهي انها عندما تشك في جيوغرافي معينة فعندها تفرض عليها رقابة معينة وعندها تقوم ب ايجاد عثارات وهفوات فبالتالي نعود للنقطة الاساسية وهي غلق الحساب هذا ما يفسر لماذا يتم غلق حسابات هذه البلدان خاصة الجزائر غير مقبولة من الاساس تونس اعتقد نفس الشيء فقط المغالبة هم المقبولين الذين لديهم الحق في انشاء حساب اتسي ولكن حاليا هناك رقابة جد مشددة لماذا لان هذه الشركة لا تثق او لم تعد تثق صراحة في المغالبة وفي حساباتهم فبالتالي تشدد المراقبة عليهم بل اكثر من ذلك اصبحت تفرض يعني ما يسمى بالفيريفيكيشن بمجرد نشر الديزاين او بمجرد نشر البروداكت الاول سواء كان الفيزيكل او ديجيتل وخاصة في الديجيتل بغد النظر عن الديزاين او بغد النظر عن البروداكت الذي سوف تنشر اي شيء سوف تنشره في حسابك سوف تأتيك الفيريفيكيشن اذا كنت محظوظ سوف تمر من مرحلة الفيريفيكيشن بنجاح يعني سوف ترسل لهم بطاقة هوية كما سوف يطلبون منك ولا يوجد اي مشكل ولكن غالبا اقول 80% لا يمرون من هذه المرحلة بنجاح لان البروداكت الخاص بهم ديجيتل يكون غالبا قد تم انشأه عن طريق كانفا او عن طريق ادوات اخرى تشبه كانفا يعني ذلك الديزاين او ذلك البروداكت غالبا لم لن يكون قد انشئ من الصفر عندما اقول من الصفر اتكلم عن من لا شيء يعني تقوم بانشائه يعني بيكسل ببيكسل فبالتالي غالبا انا اعرف جيدا ان غالبية الاشخاص لا يقومون بهذا الامر غالبية الاشخاص يستعملون برامج مثل كانفا وغيرها وايضا في نفس الوقت استعملوا الموارد جاهزة قابلة للتعديل سواء كان ذلك او يعني نفس الشيء فبالتالي كما اقول 80% يتم او يتم غلق الحساب وعدم قبول او عدم النجاح في البرامج وبناء او من هذا المنطلق سوف اشارك معكم افضل طريقة لضمان ان الحساب لا يغلق بالنسبة عالية جدا اتكلم دائما عن تجربة لان الاشخاص الذين يتبعون بالمناسبة انا اندي حساب على الانستغرام لمن لا يعرف فهذا حساب على الانستغرام يمكنكم متابعة فيه فانا انشر ستوريات بشكل يومي تقريبا في شتى المجالات وفي شتى الامور فشارك معكم معلومات تفيدكم كنت قد شاركت معكم هنا على هذا الانستغرام تقريبا قبل ثمانية شهور او سبعة شهور هكذا على ما اتذكر كنت قد شاركت معكم انه قد تم غلق احد ابرز حساباتي على ايدي الحساب رقم واحد عندي تم غلقه قبل سبعة شهور يعني حاولت التواصل بشط الطرق لاستعادته ولكن لم انجح في استعادته فانا الان قمت ببناء يعني حساب اخر او متجر اخر على اتشي سوف اشارك معكم الطريقة التي اتبعتها لحد الآن المتجر عندي شغال بشكل جيد عشرة على عشرة بدون اي مشكلة فرجاء اذا كان هذا المحتوى يفيدكم وتستفيدون منه رجاء قموا بدعمي عن طريق اللايك والشير اذا على بركة الله لنقوم بالدخول مباشرة في التفاصيل او قبل ذلك هناك يمكنكم الدخول على قناتي على اليوتيوب سوف تجدون بلايليست يمكنكم البحث عن بلايليست اسمها ايتي في حاليا عشرة فيديوهات كلها عن ايتي لمن اراد التعمق اكثر في ايتي المهم هذه هي واجهة يعني ايتي لكي نقوم بنشر اول بروداكت لنا بدون غلق سوف اقول لكم بالضبط الذي قمت به انا ولم يتم غلق حسابي فغالبا انت ايضا اذا اتبعت ما سوف اقوله لك لن يتم غلق حسابك ايضا وحتى الاشخاص الذين ليسوا مهتمين بيتي انا انصحهم بانشاء حساب واهماله يعني قم بانشاء حساب وتركه اذا كنت لست مهتم حاليا اتركه لان كلما كان اقدام كلما كان ذلك جيد قد تبيعه فيما بعد بالثمن يعني حتى الاشخاص غير مهتمين بيتي اقول لهم قموا بانشاء حسابات على ايتي واهملوها فيما بعد بعد سنة سنتان قد انت تحتاج او قد تبيعه حساب تم انشاؤه قديما واخذ الورم الكافي اذا كما قلت لكم هذه صفحة انشاء المنتج جيد جدا هنا عندي الفوتو الصور اول نصيح الصور التي سوف تقوم باذافتها هنا يجب ان تكون انت من التقتها كيف ذلك نحن في المغرب تعرفون عن عندنا الحرفيين هناك من يبيع الزرابي هناك من يبيع الفخار الاواني الفخارية بمختلف انواعها هناك من يبيع الجلد بمختلف انواعه كذلك عندنا صناعات تقليدية كثيرة جدا في المغرب يمكنك الذهاب الى اي محل تأخذ الاذن صاحب المحل وتقوم بالتقاط صور لأحد المنتجات هذا الحل رقم واحد الحل رقم اثنان تعرفون ايضا ان في منازلنا نحن عندنا اواني سواء فخارية او طينية تقليدية وعندنا ملابس تقليدية عندنا اشياء كثيرة فقم بالتقاط صور بهاتفك لتلك المنتجات التي عندكم في المنزل يعني عندك مثلا طاجين قم بالتقاط له صور انت قد وجدت الصور يعني لا تقول الامر صعب او ليس الامر سهل جدا لديك هاتف قم بالتقاط صور للطاجين الذي عندكم في المنزل ولو يكون قديم لا يهم ليس شرط ان يكون جديد المهم ان تكون الصور انت من التقتها لم تأخذها لا من الفيسبوك ولا من اي مكان اخر لم يتم نشرها على الانترنت هذه النقطة الاولى تضع صور ننتقل الى النقطة التانية الفيديو يمكنك وضع فيديو اذا اردت اذا انا لم اقوم بعمل فيديو ولكن يمكنك وضع فيديو ليس مهم او ليس صعب يمكنك التقاط فيديو كما يقول لك هنا من خمسة الى خمسة عشر سيجوند اذا قم بالتقاط ايضا فيديو قصير من خمسة عشر سيجوند للطاجين جيد جدا الان عندك صور عندك فيديو نأتي الى مرحلة listing details تايتل قم بوضع اسم ذلك البروداكت يمكنك ان تقول مثلا وعاء للطبخ المغربي التقليدي تعجين او آنية فخارية تقليدية مغربية تعجين او آنية فخارية تعجين ذا عنوان النوع التاني او السؤال التاني يقول لك من قام بانشائه تقول له ايديت انا قمت بذلك يقول لك ما حالة البنتج تقول له اي فينيشد قمت بانهائه يعني جاهز هنا يقول لك اين قمت او متى قمت بانشائه تقول له ما بين 2020 و 2023 جيد جدا هنا يقول لك بالمناسبة هذه المعلومات قد تبدو لكم بسيطة قد يتجاهلها البعض لكي نتفق انا اعرف ان هناك من سوف يقول الامر الواضح سوف اختار ايديت نعم انا قمت اي فينيشد برويداكت ولكن هنا ركز جيدا اذا قمتم بعمل اي مغالطة منطقية هنا في هذه الجزئية فسوف يتم اقفال حسابكم كيفما معنى المغالطة المنطقية معناه مثلا انت تقول له ايديت انا قمت بانشائه وهنا عندما تأتي للتاريخ على سبيل المثال تقوم باختيار 1700 او 1920 على سبيل المثال فهنا كارثة كيف تقول انا قمت بانشائه وهنا تقول له انه قد تم انشاؤه في سنة 1910 انت لم تكن قد ازددت في هذا التاريخ لم تكن قد ازددت بعد اذا حذار من المغالطة المنطقية فهم يركزون على هذا الامر جيدا هنا الكاتيجوري النوع ما هذا النوع اذا كان طبعا جيل باب تقول له منز كلوذين اذا كان فخار تضع له انه فخار قم باستعمال الترجمة آنية او أواني فخارية قم بوضعها كذا كما هي واتسي سوف تعطيك الكاتيجوري هنا يقول لك التجديد هل تريد اوتوماتيك ام منيول طبعا قم بتركها اوتوماتيك لان اذا وضعت منيول سوف يقومون في كل مرة بعمل تشيك لبطاقتك البنكية وفي حالة ما اذا قاموا بعمل تشيك وانت قد قمت بغلق الدوتيشن الخاصة دوتاسيون يعني هناك شيء اسمه دوتاسيون في اي بطاقة بنكية عندما نقوم بغلقها فان لا يمكن لأي موقع الالكتروني ان يقوم بسحب طبعا موقع الالكتروني اجنبي ليس مغربي ان يكون اجنبي لا يمكنه حين ذلك السحب المال من بطاقتك يعني تكون الدوتيشن مغلق فهنا يقع مشكلة فبالتالي اتركها اوتوماتيك افضل تايب هنا يقول لك هل هو فيزيكل ام ديجيتل طبعا انا الذي قمت به هو فيزيكل نحن سوف نبيع منتج فيزيكل وليس ديجيتل الديسكريبشن قم بوضع فيها يمكنك استعمال ذكال صناعي هنا في الديسكريبشن لا يوجد اي مشكلة يمكنك استعمال الترجمة تقوم بوصف مثلا تقوم باخذ مقططف لما هي الطاجين ثم تقوم بكتابة مثلا ان انا قمت بصناعته في كذا وكذا وكذا يوم كذا ولكذا بمناسبة كذا او في صناعته يستعمل كذا وكذا او تاريخ صناعة الفخار في المغرب على سبيل المثال المهم ديسكريبشن ضع فيها اشياء خاصة بالبروداكت يعني وصف خاص بالبروداكت اذا بعد ذلك نأتي هنا يقول لك هل هي سيكشن اوبشنال طبعا مدامة اوبشنال نحن نركز على التاجز هنا في التاجز لا تبالغ ضع فقط الاشياء المنطقية والعقلية يعني التاجز ضع له مصطلحات خاصة بالتاجز في التاجز يعني ضع مثلا فقط خمسة تاجز واضحة حول منتوجك الذي هو طبعا فيزيكال الذي هو التاجز على سبيل المثال هنا الماتريز يقول لك ماذا صنع طبعا سوف تقول له انه صنع من الطين وفقط هذه تاجز وايضا الماتريز هذه اوبشنال ولكن مع ذلك يفضل ملءها لكي تكون ليندينك بيج كاملة البرايس دائما اتركه بالدرار هنا يقول لك دوميستيك انت جروبل بريسينك من الاحسن عدم تفعيلها تفاديا لمشاكل الصرف الى ذلك الكونتيتي تتركها كذا واحد بعد ذلك هنا الفارييشن لا تقوم باضافة اي فارييشن لان هذه خاصة باشياء اخرى خاصة بالدجيتل خاصة بالدجيتل خاصة لان دجيتل فيه نسخ كثيرة يمكن عمل نسخ يمكن عمل فارييشن ولكن في الفيزيكال لا بيرسوناليزيشن ايضا قم بتركها اوف لا تقوم بتفعيلها ايضا بيرسوناليزيشن توجد بكثرة في دجيتل لكن في الفيزيكال نادئا وصلنا الى مرحلة التوصيل هنا مرة اخرى نعود الى المغالطات المنطقية وحذاري منها بمعنى هناك من سوف يقوم باختيار التوصيل في اليو اس يونيتد ستيتس طبعا هذا خاطئ لماذا لانك منذ الاساس او اتسي اساسا تعرف يعني متجرك من اين هو من اين اصوله تعرف هذا لانك في بداية عندما قمت بانشاء الحساب كانوا قد سألوك في بادي الامر اين هذا يعني انت من اين متجرك ما هو راباز الخاص به يعني من اين هو قد سألوك من قبل فبالتالي هنا يجب ان يكون ان تكون الاجابة ايضا متطابقة قمت بانشاء حساب من اليو اس هنا تختار اليو اس قمت بانشاء حساب من المغرب هنا تقوم باختيار المغرب هنا يقول لك كوريجين بوست كود أو بوستر كود هنا تقوم باختيار او تقوم باضافة كود بوستر الخاص بمدينتك تقوم بوضعه هنا في ذا المكان هنا يقصدون كم الوقت الذي تحتاجه لتجهيز الطلب يوم ابتداء من تلقيك الطلب على الايميل الخاص بك غالبا قم انت بوضع ثلاثة ايام لانه في حالة ما نحن لكي لا تفق كان يجب علينا نقول منذ البداية ولكن لا بأس جاءت في سياق القول نحن نقوم بهذا كله من اجل شيء واحد وهو الوارب نريد ان اتسي ان تثق في هذا الحساب الى اقصى الابعاد لا نريد ارتكاب اي خطأ فيما بعد عندما يمر شهر شهران ثلاثة شهور اربعة شهور عندها انت سوف تقوم باذافة يعني المنتجات الخاصة بك انت على حسب ما تبيع انا الان بهذا المنتج الذي انا نشرته الذي عندي في المنزل الذي وقلنا الطاجين لا اريد بيعه هو بحد ذاته ليس هو الهدف لحدد الان الهدف هو الوارب ان نقوم بكسب ثقة الاتسي هذا هو السبب ركز معي جيدا اذا قلنا في البروسيسنج نقوم باختياره من واحد الى ثلاثة ايام وهنا يقول لك موروكو تقول له اوضر لانه اساسا نحن لا يوجد عندنا شركات توصيل معترف بها في اتسي على ما يبدو يقول لك ديليفري تايم طبعا تقوم باختيار هنا في هذا المكان خمسة وعشرونة يوم بيزنس داي بهذا الشكل طبعا في الشيبينج تقوم بتركي هكذا فريشيبينج لانك سوف تضيف ثمن التوصيل في ثمن المنتج هناك تحديد جديد على ما يبدو المهم هنا في الخانة الاولى موروكو طبعا التوصيل داخل المغرب تقوم بتركيها هكذا مثلا ستة او خمسة ايام بهذا الشكل لماذا؟ لانه هنا يتكلمون عن التوصيل داخل المغرب داخل المغرب لا يوجد اي مشكل فالتوصيل غالبا لا يستغرق اكثر من خمسة ايام هنا يقول لك يعني اذا اتت المبيعة من اي مكان فهنا طبعا تقوم باختيار كما قلنا خمسة وعشرونة يوم بهذا الشكل وفي الاخير تقوم ب save and continue الان النصيحة الذهبية التي سوف اعطيكم لا تقوموا باستعمال عند الدفع يعني عندما يطلبون بينكم الدفع مصاريف listing او اي مصاريف اخرى لاثبات الحساب لا تقوموا باستعمال بطاقة ويز نهائيا سواء ديجيطال منها او الفيزيكال لان هناك مشكل ما بين ايت سي و وايز يتم حضر الحسابات بشكل مباشر ينصح باستعمال بطاقة البنك المغربي المحلي سواء كان عندكم التجاري او الشعبي او او اي بنك كان عندكم يمكن استعمال بطاقاته بشرط ان تكون مفاعلة طبعا ثمنها اربعون درهم تقريبا في السنة يمكنكم تفعيلوا على اي حساب واستعمال البطاقة يعني في الدفع عالميا لا يوجد اي مشكل اذا بعد اتمام جميع هذه المراحل فقط تنتظر انتظر بعض الوقت فان لم يتم غلق حسابك مثلا اذا انتظرت عشرون يوم او خمسة وعشرون يوم ولم يتم غلق حسابك فهنا هذا يدل على ان الحساب يعني يسير في الطريق الصحيح فقط اعطيه الوقت واذا تم غلقه فهنا طبعا تعرف ان هناك مشاكل اخرى ربما البوفايل الخاص بك فيه مشكل ربما ديسكريبشن فيها مشكل ربما ليستينج فيه مشكل وغلطة منطقية ما معينة المهم انه يجب في جميع الاهوال ان تقوم باتباع الخطوات الصحيحة حتى لا يتم غلق الحساب طبعا ما يتزال هناك حلقات اخرى حول اتسي قادمة شكرا جزيلا لكم على حسن المشاهدة والاسغاء والى الحلقة القادمة ان شاء الله